افتتح الفريق اسمه الشيخ سيب بن زايد دالنهيان نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم مجد المغفول له بإذن الله الشيخ أحمد بن زايد دالنهيان في منطقة زاخر بمدينة العين بحضور اسمه الشيخ حامد بن زايد دالنهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي واسمه الشيخ خالد بن زايد دالنهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ويعتبر مجد الشيخ أحمد بن زايد دالنهيان طحفة معمارية جديدة تزدان بها مدينة العين حيث يشكل من الناحية المعمارية نموذجا متميزا للطراز المغربي والاندوليسي اجتمعت فيه عناصر الحرفة والصناعة التقليدية التي تميز العمران الإسلامية الاندوليسية تحت إشراف مجموعة من الحرفيين المختصين وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد نحو ألف منصلا ويضم صلى للرجال وآخة للنساء ومناطق الوضوء وقاعات لتحفيظ القرآن بالإضافة إلى المرافق الخدمية التي تجعل هذا الصرحة الإسلامي معلما ما مهما ومنارة إيمانية للصلاة وحفظ القرآن في مدينة العين حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين وجموع من المواطنين والمقيمين في مدينة العين ترجمة نانسي قنقر